اسرائيل على صفيح ساخن ألف المستوطنين احتشدوا في أضخم مظاهرة منذ السابع من أكتوبر للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين وإجراء انتخابات جديدة تصاعد وطيرة الاحتجاجات يربك حكومة نتنياهو ويضعها في ورطة غير مسبوقة نريد انتخابات ونريد حكومة جديدة نريد حكومة مسؤولة ونريد تغيير هذا الوضع نحن بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب ونحن بحاجة إلى إطلاق صراح الرهائن وبحاجة إلى حكومة مسؤولة تهتم لمستقبلنا يجب أن تكون لدينا قيادة لا تفكر في نفسها فحسب بل تؤثر مصلحتنا فوق كل اعتبار صحيفة هارتسال إسرائيلية قالت إنما يزيد عن 150 ألف إسرائيلي تظاهر ضد أتلاف نتنياهو في عدة مواقع شملت تل أبيب والقدس وقيسرية وحيفا وبئر السبع ونقلت الصحيفة عن محتجزين سابقين شعورهم بالخيانة من قبل الحكومة وأوردت انتقادات أخرى للمتظاهرين ضد نتنياهو بإعطاء الأولوية للبقاء السياسي على حساب حياة أقاربهم الرهائن موجودون هناك منذ أكثر من ثمانية أشهر والحكومة لا تفعل أي شيء لإحضارهم لدي أصدقاء وأقارب توفوا في هذه الحرب وأنا أرى أن التغيير لن يتحقق إلا براحل نتنياهو وبعد أن كان تنظيم المظاهرات أسبوعيا نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن منظمي الاحتجاجات نيتهم التظاهر طوال أيام الأسبوع المقبل وعزمهم تحويل منزل نتنياهو بالقدس إلى نقطة ثابتة للتظاهر كل خميس ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية فقد طالب متظاهر تل أبيب بإجراء الانتخابات فورا فيما دعا ألاف آخرون في مظاهرات القدس الأسبوعية بالإفراج عن المختطفين وإجراء الانتخابات في حين طالب أهالي المحتجزين بالتوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية وانتقدوا بشدة سياسة الحكومة ورئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ترجمة نانسي قنقر